موسيقى مرسى الخير أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض هذه أبرز عنوينها الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط جسم مشبوه في إحدى قواعده بمدينة إيلات مائة وثلاث وعشرون مدرسة تستعد للانتخابات واربع عشرة كويتية يتنافسن على أصوات ناقب البحرين تدرج خمسة عشر فردا أغلبيتهم من المواطنين في قوائم الإرهاب والأرصاد السعودية تعلن استمرار تأثير الحالة المطرية حتى السبت المقبل وأسواق مكة الشعبية تجتذب زائري المدينة والهدايا والتذكارات أبرز مبيعاتها نبدأ من تداعيات الحرب في غزة حيث أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط جسم جوي مشبوه في إحدى قواعده بمدينة إيلات جنوبية البلاد ما أسفر عن وقوع أضرار مادية طفيفة دون إصابة في الأثناء كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق رصد هدف جوي أطلق على جنوب إسرائيل من جهة الشرق وسقط في خليج إيلات إلى مجمع الشفاء الطبية في غزة حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي واف جلانت أن التحقيقات مع المعتقلين في المجمع جعلت تل أبيب أقرب إلى تدمير حماس وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أن قواته خرجت من منطقة المستشفى بعد قتل من وصفتهم بمسلحين فلسطينيين والعثور على العديد من الأسلحة والوثائق الاستخباراتية في جميع أنحاء المستشفى وبعد ساعات من انسحابه من مستشفى الشفاء في غزة نشر الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها لقصف جوي لتجمع عسكري لحركة حماس أعلنت الصحة في غزة قروج مستشفى ناصر في خان يونس عن الخدمة وناشدت المجتمع الدولي ببدل جهود لإعادة تشغيله وتوفير الحماية للمؤسسات الصحية وقالت الصحة في غزة إن خروج مستشفى ناصر من الخدمة ضربة قاصمة للخدمات الصحية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها وبعد أيام على حادثة استهداف شبان الفلسطينيين عزل في خان يونس في غزة مسؤولون عسكريون إسرائيليون يعترفون بأنه استهداف خاطئ صحيفتها آرتس حققت في الموضوع وكشفت عما يعرف بمناطق القتل نتابع اعتراف إسرائيلي بقتل مدنيين فلسطينيين عن طريق الخطأ في منطقة السكة في خان يونس بغزة لكن الجيش برر العملية بدخول هؤلاء المدنيين مناطق القتل وذلك وفق ما نشرت صحيفة هارتس الحديثة وقعت قبل نحو عشرة أيام حين استهدفت مسيرة إسرائيلية شبان فلسطينيين في خان يونس قال مسؤول دفاعي لصحيفة هارتس إنهم على الأرجح مدنيون وقتلوا بالخطأ وخطأهم أنهم دخلوا منطقة قتل تقرير لصحيفة هارتس صلت ضوء على ما يسميه الجيش الإسرائيلي بمناطق القتل في غزة وكيف تسببت ولا تزال في مقتل المدنيين حسب الصحيفة فقد أنشأت إسرائيل مناطق قتل في غزة بخطوط غير مرئية وتستهدف كل من يقترب منها في وقت يخضع تفسير حدود هذه المناطق للقادة العسكريين الصحيفة تؤكد أنه لا يوجد في قواعد الجيش الإسرائيلي نص مكتوب بخصوص منطقة القتل لكنها تشير حسب تقرير هارتس إلى مساحة تتمركز فيها قوات الجيش الإسرائيلي وعادة ما يكون ذلك في منزل مهجور حيث تصبح المنطقة المحيطة به منطقة عسكرية مغلقة لكن بدون علامة واضحة على ذلك ظابط احتياط إسرائيلي كشف في السياق أن المستهدفين أكثر هم الرجال البالغون ويصدر الأمر بقتلهم بمجرد دخولهم المنطقة حتى ولو كانوا غير مسلحين ضمي لينا من رفح جنوب قطاع غزة مرأسل العربية أحمد حرب أحمد مرحبا بك دعنا في آخر التطورات الميدانية والإنسانية نعم خالد ربما آخر التطورات والتطور الأبرز هو انسحاب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي وما خلفه من دمار وخراب داخل المجمع لازلت طواقم الدفاع المدني تنتشل الضحايا من ساحة وباحة مجمع الشفاء الطبي أيضا خارج المجمع هناك أكثر من 300 ضحية منتشرة في الشوارع والطرقات طواقم الدفاع المدني تسابق الوقت لانتشالهم ودفنهم وبالتالي هناك أعمال حرق داخل المجمع كانت لبعض الأقسام واستهدافها من قبل المدفعية الإسرائيلية خارج المجمع هناك تدمير ونصف لكثير من المربعات السكنية وبالتالي الجيش الإسرائيلي أنهى العملية العسكرية وخلف الكثير من الدمار والخراب وأكثر من 300 ضحية قتلها الجيش الإسرائيلي خلال هذه العملية التي كانت في غضون أسبوعين أيضا اعتقل أكثر من 800 شخص حتى هذه اللحظة واقتادهم إلى مراكز الاعتقال داخل إسرائيل الجيش الإسرائيلي يقول بأن هذه العملية هي من أنجح العمليات العسكرية لأنه تم القضاء على عدد كبير من قادة حماس والجهاد الإسلامي كانوا يتخذوا من مقر مجمع الشفاء الطبي مكانا لإدارة العمليات العسكرية على الأرض وبالتالي الانسحاب جاء بعد أن أنهى عملية التسوية وتطهير كافة عناصر حماس في هذه المنطقة خاصة في المناطق الغربية لمدينة غزة نتحدث أيضا عن التطور الآخر هو في مدينة خانيونس لازال الجيش الإسرائيلي مستمر في العملية العسكرية الإسرائيلية خاصة في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أخرج هذه المشافع عن الخدمة حتى هذه اللحظة اعتقل عدد كبير من النازحين والطواقم الطبية في كلا المستشفيين أيضا لازالت المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الغربية لمدينة خانيونس خاصة في حي الأمل وسط أيضا أصوات الاشتباكات لازالت مستمرة بين عناصر حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى والجيش الإسرائيلي في هذه المناطق في المناطق الشرقية لخانيونس لازالت عمليات القصف من المدفعية الإسرائيلية مستمرة خاصة في عبسان والزنة وخزاعة منطقة القرارة في الشمال مدينة خان يونس تعرضت إلى نسف لمربعات سكنية منذ ساعة الصباح خالد وحتى الآن والجيش الإسرائيلي يجري تفجير لعشرات المربعات السكنية في هذه المناطق وسط القطاع تجددت الاشتباكات في شرق مخيمي المغازي والبريج وسط أيضا قصف من المدفعية الإسرائيلية في شمال مخيم المسيرات أيضا وسط القطاع في منطقة المغراقة وأيضا مدينة الزهرة لازالت عملية القصف من المدفعية الإسرائيلية وتعتبر هذه محور تقدم للجيش الإسرائيلي وتوغل وبالتالي بين وقت وآخر تدور اشتباكات في هذه المناطق دير البلح وسط القطاع لازالت عملية القصف في شرق دير البلح تتعرض أيضا إلى قصف من المدفعية الإسرائيلية بين وقت وآخر التطور الأبرز حتى هذه اللحظة وحجم الشهادات مروعة خالد هي كانت من مجمع الشفاء الطبي من عملية قتل وإعدام ميداني وحرق لكافة أقسام مجمع الشفاء الطبي والمجمع عمليا خرج عن الخدمة وهو أكبر مجمع طبي في قطاع غزة كان يخدم أكثر من نصف مليون شخص خرج عن الخدمة وبالتالي فقد أكثر من 800 سرير أكثر من 100 سرير في قسم العناية المركزة كافة غرف العمليات تم تدميرها من قبل القوات الإسرائيلية سواء على مستوى الأجهزة وعلى مستوى الأبنية وبالتالي بفقدان وخسران هذا المجمع هذا يعني إعدام المنظومة الصحية في مدينة غزة وشمالها لأنه خالد عمليا الآن هناك مستشفيان المستشفى المعمداني ومستشفى كمان عدوان في شمالية القطاع تعمل بشكل جزئي وتقدم لأكثر من 700 ألف شخص في مدينة غزة الآن الخدمات الطبية والعلاجية المحدودة وبالتالي المنظومة الصحية في شمالية القطاع وفي جنوب القطاع هي في انهيار مستمر شكرا جزيلا لك من رفح جنوب قطاع غزة مراسل العربية أحمد حرب قالت هيات الباثن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو منح رئيس جهاز الموسيد ورئيس الوفد المفاوض في مباحثات تبادل الأسرة مع حماس ديفيد بارنياع صلاحيات أكبر للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وقالت هيئة الباثن الإسرائيلية إن مجلس الحرب قرر الانفتاح على الأفكار الجديدة من الوسطى بشأن عودة نازحين إلى شمال قطاع غزة أكد الأدميرال مارك ميكويز قائد المجموعة الهجومية التابعة لحملة الطائرة تايزن هاور في لقاء خاص للعربية أجراه الزميل ليث بزاري بأن قواته تواجه تهديدات معادية بسبب الحوثيين المدعومين من قبل إيران الذين أطلقوا الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز والمسيرات الهجومية الجوية ومسيرات أخرى تحت وفوق سطح الما ما هي البيئة المعادية التي تواجهها آيزن هاور هنا في البحر الأحمر؟ نحن بلا شك نواجه تهديدات معادية هنا بسبب الحوثيين المدعومين من قبل إيران والذين أطلقوا الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز والمسيرات الهجومية الجوية ومسيرات أخرى تحت وفوق سطح الماء مجموعات حاملات الطائرات مثل هذه مدربة للدفاع ضد مثل هذا التهديد وقد تمكننا من تحقيق ذلك بنجاح حتى هذه اللحظة لم نكن نتوقع هذا التهديد ولكننا دائما مستعدون للرد لقد أطلقنا من نورفولك ميناءنا الأم في الرابع عشر من أكتوبر واستغرقنا حوالي شهر تقريبا للوصول ولكن لدينا تواجدون هنا في البحر الأحمر وخليج عمان والخليج العربي منذ نوفمبر إذن نحن متواجدون في هذه المنطقة منذ نوفمبر العام الماضي قبل وصولنا كانوا يعملون بكل حرية ويفعلون ما يشاءون دون حساب واستمرت نشاطاتهم الخبيثة حتى وصولنا وعبر الطائرات التي شاهدتها على السطح وكل السفن المرافقة لمجموعة حاملة الطائرات وفي المنطقة هناك قوات أميركية وقوات تابعة لدول التحالف المتواجدة هنا الآن لقد لاحظنا انخفاضا في سلوكياتهم ونشاطاتهم مع مرور الوقت وهذا من وجهة نظرنا يعتبر نجاحا نظرا للهجمات الدفاعية التي قمنا بها وكذلك المهام اليومية التي نقوم بها والتي نواجه خلالها بعض التهديدات فإن واجهنا تهديدا سواء للملاحة البحرية أو أي من قواتنا أو قوات التحالف فلا نتردد بالتخلص منه لأننا لدينا الحق في الدفاع عن النفس خصصت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية 123 مدرسة لاستخدامها كمقار للاقتراع والفرز في مجلس الأمة 2024 الإدارة كشفت أن 118 مدرسة ستكون للاقتراع بما ستخصص خمس مدارس للفرز وإعلان النتائج النهائية مؤكدة على جهزية صناديق الاقتراع البالغي عددها 759 للانتخابات التي ستبدأ في الرابع من شهر أبريل الجاري المرأة الكويتية وانتخابات مجلس الأمة تاريخ بدأ قبل 18 عاما لكنه لم يشهد نجاحا بائرا محطات المشاركة النسائية في مجلس الأمة نتابعها في العرض التالي 18 عاما منذ أول ترشح نسائي لانتخابات مجلس الأمة في عام 2005 امتلكت المرأة الكويتية حق الانتخاب والترشح في مجلس الأمة 2006 أولى مشاركات المرأة الكويتية ب27 مترشحة إلا أنه لم تفز أي منهن بمقعد برلماني وفي مجلس عام 2009 حصدت المرأة الكويتية أربعة مقاعد برلمانية فبراير عام 2012 شهد ترشح 24 امرأة إلا أنهن خرجن خاليات الوفاض دون أي مقعد مجلس الأمة لعام 2013 شهد أضعف نسبة مشاركة بست مترشحات فقط أربعة عشرة مترشحة يخض غمار الصراع الانتخابي في مجلس عشرين أربعة وعشرين طب تنضم إلينا من الكويت المحامي أريج حمادة سيدة أريج أهلا وسهلا بك معي في نشرة الرابعة سؤال لماذا خلال الثمانية عشر عاما الماضي لأي انتخب الكويتيون المرأة لتدخل مجلس الأمة وتشارك بفعالية في المشهد السياسي؟ أول شيء يعطيكم ألف عافية وتشرفت بوجودي معاكم اليوم طبعا هناك عدة أسباب أولا المرأة وجودها حديث يعني صحيح 18 سنة ولكن الرجل يسبقها بعشرات السنوات وبالتالي المجتمع إلى الآن ليس متعود على المرأة السياسية هذا واحد أثنين التكتلات السياسية عندنا والأحزاب السياسية لا تدعم المرأة يعني نحن لا نرى أي تكتل سياسي يرشح نساء في الانتخابات دائما يرشح الرجال كذلك الأقطاب السياسية أو أيضا الطوائف هناك ممثلين عن جمعيات نفع عام وعن طوائف تجد دائما رجال الذين يرشحونهم فهذا طبعا يصعب على وصول المرأة آلية الانتخابات دوائر خمس وصوت واحد هذا أيضا يصعب وصول المرأة على الأقل لو يكون صوتين أكيد سيسهل بوصول المرأة الصوت الواحد صوت عزيز فلما يصوت الناخب دائما يتجه للرجل النساء عندنا في الكويت بالنشاط السياسي نادر ما تلاقي المرأة متواجدة في الندوات السياسية اللي تحصل يعني كثير من القضايا التي تطرح في الساحة تلاقي يعني يكتبون ولكن على استحياء يعني كتابتهم خفيفة لكن الرجل لا يطلع ويكتب بكل قوة ويطلع يتكلم ويسووا الندوات الندوات دائما رجالية فهذا كلها تؤثر على وجود المرأة المجتمع غير متقبل لمشاركة المرأة لأسباب دينية اجتماعية اقتصادية قلة خبرة في المرأة أيضا الكويتية فيما يتعلق بالعمل السياسي أمان؟ المجتمع متقبل لوجود المرأة والدليل أن المرأة لما رشحوا وصلوا أربع نساء أربع نساء ما كان عدد قليل ولكن يأتي إلى الوضع السياسي هذا اللي أنا قاعدة بكمل في جانب ثاني من ناحية المرأة من ناحية المرأة اللي ترشح نفسها الوضع السياسي عندنا في السنوات السابقة جدا صعب يعني لا يوجد استقرار سياسي وهناك صراع على الحكم بين العديد من الأقطاف فهذا يخلي دور المرأة حتى لما توصل يكون دورها ضعيف لأن طبعا أكيد المرأة قليلة الخبرة يعني خبرتها ما عادلها بخبرة الرجل اللي يصل لسنوات في المجال السياسي من ناحية ثانية المرأة عليها دور أنها تطور من خبراتها واتطور من مهاراتها السياسية وأن تفرض وجودها في المجتمع وتكون متواجدة في القضايا التي يتم طرحها عندنا قضايا كثيرة مهمة دائما المرأة تلاقيها متخوفة يعني ما تطرع اللي يرشحون نفسهم أنا ما قاعدة أشوف لهم تواجد في القضايا المطروحة مثل ما يكون الرجل موجود والرجل لما ما ينجح بالانتخابات لا يرمي اللوم على المجتمع ولا يرمي اللوم على الحكومة إنها ما تدعمنا لا تلاقيه يرجع مرة ثانية بروح رياضية ويكمل المرأة لا تلاقيها ترمي اللوم دائما والله ما حد ساعدني ما حد دعمني نحن لازم كنساء ما ننتظر الدعم ونفرض وجودنا عند المجتمع من ناحية الإعلام كسياسي كإعلام سياسي كطرح رأي كتبني قضايا سياسية لازم يكون وجودنا وأخيرا إن دائما المرشحات يعني يحصرون نفسهم فقط في قضايا المرأة وهذا غلط ممتاز أنا أطلع وتبنى كل القضايا حتى أكسب كل الشرائح طيب الآن عداد الناخبات من النساء في الكويت كما يقال يفوق عداد الرجال صح ولا الله يعني في كل الدوائر مع عدد دائرة الخامسة يمكن خمسين خمسين المرأة الكويتية ما استطاعت تقنع شقيقتها حتى أنها يعني تعطيها صوتها صح ولا الله فسبب ليش أيضا ليش ما اقتنعت حتى المرأة هل لأن المرأة الكويتية مثلا مجبورة على التصويت كما يريد زوجها أخوها ولا وش بالضبط لا لا طبعا أكيد ما فيه إجبار يعني أنا امرأة وناشطة في حقوق المرأة وداعمة لوجود المرأة لكن إلى الآن ما صوت حق ولا امرأة في الانتخابات لأننا كنساء كوتيات لا نصوت بعنصرية فقط للمرأة لأنها امرأة نصوت للأفضل الذي نشوفه أو هو أفضل الذي نشوفه كفاءة سواء رجل أو امرأة فما لا علاقة بالإجبار قد يكون هذا جزء من طريقة التصويت بس أنا أنا أشوف أن المرأة نفسها عليها دور كبير أنه لازم تفرض وجودها فرض يعني أنا موجودة أنا موجودة في الساحة طيب متفاعلة في المشاركة في مشاركة مختلفة اليوم متفاعلة في الانتخابات الجاية سريعا أنه ممكن يكون مشاركة أكبر للمرأة الكويتية في الانتخابات الجاية تتوقع يتغير المشاركة؟ طبعا المرأة تشارك المرأة يمكن المرأة لا توصل إلى هذا المجلس القادم يمكن احتمال في احتمال أن المجلس القادم لا يكون فيه نساء لعدة أسباب ما هي سريعة؟ يعني عندك المرحلة القادمة المرحلة القادمة أن المجلس سيكون له دور كبير في اختيار ولي العهد وبالتالي النظام الحكم فهذا ممكن يكون الناخب يشوف أن قرار مثل هذا الرجل أنسب ممكن ممكن يكون المرشحات ما اهتموا بالنساء بقواعدهم الانتخابية من النساء فهذا يأثر عليهم سلبا أكيد فما ندري المجلس القادم شنو وضع يكون دور المرأة في المجلس السابق هل كان قوي أم ضعيف أم عادي؟ هذا أكيد كله لا سيكون له تأثير في الانتخابات وسيبين بوقت الانتخابات المحامي أريج حماد من الكويت شكرا جزيلا لك أدرجة البحرين مجموعة من الكيانات والأفراد على قائمة الإرهاب حيث تضمن التحديث الجديد إدراجة 15 فردا ضمن قائمة الإرهاب أغلبهم بحرينيون ومنهم شخص إيراني وآخر يمني ليبلغ إجمالي الأفراد المدرجين على هذه القائمة 208 أشخاص تم أيضا إدراج سفينة واحدة ضمن قائمة الإرهاب وثمان شركات في قسم الكيانات والتنظيمات الإرهابية ربع مستمرة فيها بعد الفاس عفلات مكة تنقل 35 مليون شخص إلى الحرم المكي منذ بداية شهر المطار أهلا بكم الجديد تشهد عدد من المناطق والمدن السعودية حالات مطرية متواصلة وبكميات كبيرة من الأمطار تتفاوت بين الغزيرة والمتوسطة شهدت منطقة الباحة وأبها أمطار غزيرة وكميات كبيرة من البرد الذي أغلق بعض الطرق في المحافظات والقرى وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة التقص المتوقعة خلال الساعة القادمة في منطقة مكة المكرمة وعسير دابيلا راندا شيخ حالات مطرية وتقلبات أيضا تعيشها السعودية ممكن لأول مرة صحيح خالد وخاصة منطقة عسير التي تغطت بالبرد واكتست باللون الأبيض حالة مطرية مشاهدين متواصلة وتقلبات جوية تشهدها مناطق ومدن سعودية خاصة في المنطقة الجنوبية من البلاد نبدأ من الباحة مشاهدين حيث شهدت هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول وجرف العديد من المركبات واقتلاع أعمدة الكهرباء فيما استنفرت معها الجهات وذات العلاقة في تأمين المواقع وإنقاذ المحتجزين وفتح الطرق أما مدينة أبهى فقد وثق سكانها تساقط كميات كبيرة من البرد أغلقت بعض الطرق في المحافظات والقرع فيما شهدت منطقة عسير ضبابا كثيفا مع نعدام في الرؤية شملت خميس مشيط وسرات عبيدة وظهران الجنوب والنماص وتنومة المعتمرون وسكان مكة كان لهم نصيب أيضا مشاهدين من تلك الأمطار إلى جانب العاصم الرياض التي شهدت أمطارا من متوسطة إلى غزيرة محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي كانت قد رصدت أمس هطول أمطار في تسعة مناطق تصدرتها منطقة عسير كما نشاهد هنا بتسجيل ثمانين ملي مترا في النماص كأعلى كمية هطول تلتها الباحة بتسجيل تسعة وسبعين ملي مترا في سد العقيق فيما سجلت بيشا أكثر من واحد واربعين ملي مترا إذن خالد ندعو الجميع بعد هذه التفاصيل لأخذ الحيطة والحذر شكرا لك يا رندل شكرا خالد نذهب إلى حسين قحطان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد من جدة أستاذ حسين حياك الله معنا يعني حالة مطارية طقس يمكن غير مسبوك نقدر نقول أنه غير مسبوك للمرة الأولى في السعودية نعم خالد حقيقة هذه حالات مطرية ربيعية تشهدها مناطق المملكة كميات الأمطار متفاوتة ما بين متوسطة إلى غزيرة المعدلاتها حقيقة يعني في المعقول لا يمكن أن نقول أنها حالات غير مسبوقة إلا أن بعض الحالات الخاصة التي تأثرت بها بعض المناطق أو المحافظات كالنماص بتساقط البرد بكميات كانت كبيرة وهذه الحالة شهدناها خلال مطلع هذا العام وأيضا العام الماضي على بعض مدن المملكة كالخميس وبريدة والطائف والباحة أيضا الباحة شهدت أيضا أمطار غزيرة جدا فاضت من خلالها كثير من السدود في الباحة حدثنا عن الحالة في الباحة التحديدة نعم بلا شك كمية الأمطار كانت غزيرة شهدتها المرتفعات الجبلية خاصة الباحة بل جرشي سجلت حوالي 79 ملي متر حقيقة خالد لا بد أن ندرك أن فرص سطور الأمطار على المرتفعات الجبلية أصبحت على مدار العام ولهذا لنلاحظ أن بعض السدود بعض المناطق أو الأودية متشبعة بالمياه وكمية الأمطار فيها وافرة فعندما تكون هناك أمطار غزيرة خلال هذه الفترة بلا شك أنها قد تكون تفيض هذه السدود أو غيرها من الأودية بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها معدلات فطول الأمطار كما ذكرت تقرير المناخ للمركز الوطني الأرصاد أنه قد يكون أقل من المعدن نسبيا عما هو عليه في الأعوام الماضية حيث سجلنا كمية أمطار أعلى حتى الآن نلاحظ أن كمية الأمطار في معدلات متناسبة ما بين 79 إلى 80 ملي مثل قد يصل إلى 100 ملي خلال 24 ساعة لكن أعلى كمية أمطار سجلت في إطار زمني محدد ما بين ساعتين إلى أربع ساعات هي بلجرشي ب79 ملي طيب الحالة المطرية ستستمر إلى متى هل يتوقع أن تشتد في أوقات معينة خلال هذه الفترة مقارنة بغيرها من الأيام؟ نتوقع أن ما تبقى من شهر رمضان المبارك قد يكون كمية الأمطار فيه أعلى من المعدن نسبيا خاصة على المرتفعات الجبلية لذا المركز الوطني الأرصاد نبه بشكل واضح من الحالات المطرية خاصة التي تصاحبها ظواهر جوية محتملة كالرياح الشديدة وأيضا تساقط البرد وأيضا جريان الأودية وهناك تنسيق كامل مع جميع القطاعات المعنية التي تتعامل ميدانياً شكرا لك حسين القحطان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد كنت معي من جدة أكثر من 35 حملة وهمية للعمرة تم ضبطها من قبل الجهة المعنية خلال الفترة الماضية حسب مصادر العربية المصادر كشفت عن تسجيل أكثر من 35 مليون زائر ومعتمر تم نقلهم عبر حافلات النقل العام إلى المسجد الحرام في مكة منذ بداية رمضان حتى قبل بداية العشر الأواخر نتابع الأجواء من الحرم المكي مع مراسل العربية أسامة القاسم ومن محطة قطاع الحرمين في جدة ينظم إلينا أيضا مراسل العربية سلطان السلمي مرحبا بكم أبدأ معك أسامة تفضل نعم خالد بداية نتحدث عن الأجواء اليوم نحن نتحدث عن الأجواء المطرية توقعات الأرصاد اليوم بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة نعم إذن خالد بالنسبة للحملات الأمنية أبدأ جهودا كبيرة جدا أسفرت عنها القبض على أكثر من 35 حملة وهمية توهم المعتمرين بأنها ذات تصريحة لدخولهم إلى مداخل ومخارج العاصمة المقدسة من جانبه كذلك تم القبض على أكثر من أربعة آلاف متسول ومخالف لأنظمة العمرة أفرادا دخلوا إلى المسجد الحرام خلال العام هناك أكثر من 35 مليون زائرا ومعتمرا ومصليا دخلوا إلى المسجد الحرام من عبر حافلات النقل العام والنقل التردد منذ بداية شهر رمضان المبارك وكما أسبقنا كانت التوقعات أن تصل هذه الأعداد إلى حوالي سبعة وخصوات رمضان المبارك كما تحدث به الفريق محمد البسامي في آخر لقاء الله تحدث على أن هذه الأعداد قد تزيد بشكل كبير جدا خلال العشر الأواخر دعنا نتحدث اليوم أيضا عن الخطة التشغيلية الثالثة التي انطلقت خلال يومين وستستمر إلى يوم العيد هي خطة مكتملة تماما وهناك تكامل كامل بين الجهات الأمنية ثلاث مناطق محيطة هذه المحيطة أولا هو صحن المطاف والمناطق المحيطة بالمطاف تأتي هذه الخطة اليوم لتوزيع كثافات الازدحام ودخول المعتمرين من أبواب مخصصة كانت الأبواب سبعة أبواب في بداية شهر رمضان المبارك تم زيادته إلى سبعة عشر بابا واليوم تم زيادته إلى عشرين بابا لتحمل هذه الأعداد الكبيرة جدا وأيضا لضمان عدم تدافع المعتمرين وضمان أمن وسلامة قاصدي المسجد الحرام المنطقة الثانية هي المسعة وتكون هذه الخطة عن منع الافتراش أو الجلوس عند مناطق الصفة أو المروة ودخول المعتمرين مباشرة لآداء نسوكهم وخروجهم مباشرة من المسعة أما المنطقة الثالثة فهي الساحات الساحات تستقبل اليوم أكثر من 800 ألف مصلي في الساعة الواحدة وتبدأ الخطط الأمنية من هناك هناك علامات توجيهية وتحذيرية في كل ساحة سواء الساحات الغربية أو الجنوبية أو الشمالية هناك سهم أبيض ضمن دائرة حمراء تعلم المعتمرين والزائرين بالتوجه إلى مناطق أقل ازدحاما من المناطق المزدحم فيها وتوقعات بأن تزيد أعداد الزوار والمعتمرين والمصليين خلال شهر رمضان المبارك إلى أكثر من 30 مليون زائر ومعتمر نهاية الشهر الكريم سلطان السلامي من محطة قطار الحرمين أيضا كيف تبدو الصورة في المحطة الآن بالفعل محطة قطار الحرمين السريح هنا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة هي أكثر محطات القطار تشغيلا وكذلك في عدد الرحلات والسعاء المقعدية بشكل كبير لسيما أن غالبية المسافرين القادمين من خارج المملكة نتحدث أن طوال شهر رمضان قرابة 9 مليون معتمر قادموا من خارج المملكة يحملون تأشيرة عمرة فكان المنفذ الجوية الأهم الذي يشكله ويأخذ حصة 70% من عملية وصول المعتمرين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة هنا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجد لذلك هذه المحطة تسهم بشكل كبير في عملية نقل المعتمرين من المطار بشكل مباشر إلى مكة المكرمة في مدة زمنية لا تتجاوز 23 دقيقة وبأسعار تذاكر تتراوح ما بين 25 ريال إلى قرابة 75 ريال هذا العام هنا في قطار الحرمين الشريفين استعدادات كبيرة للتوقعات التي كانت واضحة منذ بداية شهر رمضان لاستقبال أعداد كبيرة جدا قد تلامس 60 مليون معتمر وزائر ومصلي في مكة المكرمة لذلك عملت على تهيئة وتخصيص مليون وثلاثمائة ألف مقعد مخصص نتحدث أن هناك 35 قطار يعمل على مدار الساعة للتنقل بين مكة وجدة والمدينة الاقتصادية والمدينة المنورة يستطيع أخذ المعتمر التوجه من جدة بشكل مباشر إلى مكة ومن مكة إلى جدة ومن جدة لمدينة الاقتصادية ووصول إلى المدينة المنورة اليوم المعتمر يستطيع التنقل في ضرف زمني في أطوال قد تتجاوز 450 كم في مدة زمني لتجاوز ساعتين عبر القطار الحرمين هذا القطار السريع وكذلك سهولة عمليات الحجز عن طريق الابليكيشن أو حتى عن طريق الموقع الرسمي لقطار الحرمين أيضا هناك عروض ترويجية تعمل عليها قطار الحرمين بشكل مباشر لاستقطاب أكبر شريحة ممكن لسيء من أن عملية النقل هي عمليات مهمة جدا تحدثنا على عملية النقل في قطار الحرمين أو حتى عملية النقل الحافلات أو حتى عبر الطيران للجو ذلك هناك حرص كبير على التركيز بشكل مباشر على تسخير واستخدام والاستفادة بشكل كامل من كامل التقنيات أو الوسائل للنقل المتاحة هنا في مطار الملكة وحتى في الخدمات المقدمة من قبل قطار الحرمين أيضا نوان يوم الجمعة الماضي خالد سجل قطار الحرمين أعلى نسبة تشغلية بعدد 41 ألف معتمر وزائر توجه فقط من مدينة جدة يوم الجمعة إلى مكة المكرمة لذلك أيضا نتوقع خلال يومين القادمين أن تزداد هذه العدد بشكل ملفت وهناك جاهزية كبرى للتعامل مع هذه العدد شكرا لك سلطان السلمي مرأس العربي من محطة قطار الحرمين في جدة وأسامة القاسم مرأس العربي أيضا من الحرم المكي الشريف تشتهر مكة أيضا بأسواقها الشعبية المنتشرة في أحيائها لا سيما التي بالقرب من المسجد الحرم يلجأ إليها المعتمرون والزوار لشراء الهدايا التذكارية في موسم العمرة خلال شهر رمضان يتابع عبد الرحمن العصيم الأسواق الشعبية في مكة لها رونقها الخاص لا سيما في موسم العمرة خلال شهر رمضان مرحلة انتقالية تمر بها بعض الأسواق الشعبية في مكة المكرمة سوق الجعفرية إحدى هذه الأسواق حيث تم تجديد السوق وفق معايير المراكز التجارية الحديثة بصراحة الأسواق كلها جميلة وكل الحاجات موجودة بس الأسعار تختلف يعني السوق الكعكية يختلف عن السوق العزيزية وسوق الاعتيابية يختلف عن هذا السوق اللي احنا موجودين فيه الآن السوق هذا أشوفه أنسب كل الأسعار الموجودة في مكة كل شيء موجود وكل شيء في المتناول للجميع السعر مزيلا الحمد لله سوق الجعفرية من أشهر وأقدم الأسواق في مكة إذ يتميز السوق بالموقع الاستراتيجي القريب من الحرم المكي بالإضافة إلى التشكيلة الواسعة من المنتجات كالعطور والملابس والهدايا التذكارية بأنواعها فاروزي الإبني بيش در في السيارة اللي معناش حقدم النوعية في الجزيرة مفيش حاب بدي له حاجة وعلى عين نعلقها في السيارة في السيارة إن شاء الله يا رب العالمين أحسب كل شيء وفق التقارير الاقتصادية سجلت مكة ناتجا محليا يفوق التقديرات في العام الماضي عشرين ثلاثة وعشرين حيث يبلغ الإنفاق في موسمي الحج والعمرة سبعة وثمانين مليار ريال والذي يشكل ما مقداره واحد وخمسون في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمدينة مكة وسط توقعات باستمرار هذه الأرقام في العام الحالي عشرين أربعة وعشرين عبد الرحمن العصيمي من مكة المكرمة العربية في الرابع بعد الفاصل البرد يغطي مساحات واسعة من محافظات منطقة عسير في جنوب السعود أهلا بكم الجديد في التاسعة وإحدى وعشرين دقيقة من مساء يوم الاثنين المقبل سيولدوا إلى آله شهر شوال خالد الزعاج تقويم من منتصف الشهر القمري يبدأ القمر يقترب من الشمس حتى يدركها وإذا تدن البعد الزاوي بينهما عن سبع درجات يختفي نور القمر وإذا كان القمر والشمس على خط طول سماوي واحد حينئذ يولد الهلال الجديد وفي تمام الساعة التاسعة هو واحد وعشرين دقيقة من مساء يوم الاثنين سيولد هلال شهر شوال وفي مساء ذلك اليوم سيغرب القمر قبل مغيب الشمس ولم يولد بعد بمعنى أنه لا يوجد القمر البتة في مساء يوم الاثنين وعلى هذا الأساس ستكتمل عدة رمضان ثلاثين يوماً والاربعة عشره أبريل أول أيام العيد السعيد باقي على عيد الفطر عدة أيام يلي غرامك داخل القلب بارك كل عام وانت بخير يا خير كل عام يا عيد قلبي جعل عيدك مبارك والقمر له ولادتين ولادة مشاهدة وهي نادرة الحدوث وولادة شهر شوال لهذه السنة سيشاهد من أمريكا الشمالية اللهو كسوف الشمس فهم سيشاهدون القمر في حضن الشمس بالعين المسلحة وولادة خفية تحدث في كل شهر قمري أي أنها كثيرة الحدوث والقمر لا يوجد إلا بركنين أساسيين أن يولد القمر قبل مغيب الشمس وأن يكون للقمر مكثن بعد مغيب الشمس وبقية المعايير الفلكية يؤخذ بها من باب الاستئناس والاسترشاد نسري على ضي القمر تالي الليل ويهزيم مسر الليل لا صار جمرة انتظروا سكان العاصمة السعودية الرياض بدأ تشغيل مشروع القطار الذي من المتوقع أن ينعكس إيجابا على مشكلة الازدحام المروري في العاصمة يتكون المشروع من ستة مسارات وأربع وثمانين محطة ما يتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمشروع مليون ومئتي ألف شخص يوميا رضا بلا رندا الشيخ قد يكون رندا أقرب المشاريع التي ينتظرها سكان الرياض وبفارغ الصب بالتأكيد خالد هو مشروع ضخم ومن المتوقع أن تكون له آثار إيجابية على جودة الحياة إذن مشاهدين إن كنت مواطنا أو مقيما في الرياض أو كنت زائرا يطل على المدينة للعمل أو السياحة والاكتشاف فستلحظ على الفور حركة تنموية ونهضة متسارعة تترجمها المشاريع طور البناء أهمها ما يلامس حياتنا ونمارسه بشكل يومي وهو التنقل كيف؟ بأنسنة الطرق وتهيئتها للمشي وتوفير خدمات نقل عام تلب احتياجاتنا وتسهل حركة المرور وتربط بين أجزاء المدينة في أكتوبر من عام 2023 دشنا أكبر مشروع لخدمات النقل بالحافلات في السعودية لربط مئتي مدينة ومحافظة عبر 76 مسارا تخدم ستة ملايين راكب سنويا بأسطول من الحافلات المجهزة بالتقنيات واليوم يترقب سكان العاصمة السعودية بدء تشغيل مشروع مترو الرياض المتوقع انطلاق أولى رحلاته التجارية قبل نهاية هذا العام والذي كما تشاهدون هنا تبدو محطاته في مراحلها الأخيرة ونشاهد عرباته التي تصل لمائة وثمانين قطارا كهربائيا وهي تشق أحياء العاصمة في رحلات تجربية استعدادا لانطلاق التشغيل تجولنا في الرياض لنسأل هل ستستخدم مترو الرياض بعد التشغيل الخدمة؟ نعم أكيد لأنها يوفر علينا الوقت ويوفر علينا المال وأبد مع المترو إن شاء الله نعم نستخدم المترو أوفر وأسرع في الوقت وعشان الزحام ما الزحام أوفر بعد يوفر علي وقت بيوفر علي مجهود كمان في الروحة والرجعة والجاية بيوفر علينا مرة وقت كثير إن شاء الله راح نستخدم المترو لأنها هو راح يكون الوسيلة الأسرع للأمانة للدوار ونصن جنب مقر دوامي فيه محطة المترو أنا بالنسبة لي صراحة لا السيارة أفضل عشان خصوصية زايدة أنا ما أحب صراحة أن يكون معجو على قولتهم أو في زحمة تجارب الدول من حولنا مشاهدين حققت نجاحا ملحوظا وأصبحت نمط حياة سكانها منها مترو في دبي أكبر نظام مترو في العالم يعمل دون سائق بطول 74.6 كيلو متر ويرتبط بشبكة واسعة من وسائل النقل الأخرى مثل الحافلات والسيارات الأجرى والباص المائي وفي عام 2023 بلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدميه بحسب هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية أكثر من 616 الفراكب مترو الدوحة في قطر الذي يمتد إلى 75 كيلو مترا و37 محطة وتم افتتاح أول خط فيه عام 2019 وساهم في نقل 11 مليون راكب في مونديال قطر 2022 لكن مشاهدين ما هو دور مشاريع النقل في تحسين جودة حياتنا يجيبنا الأستاذ صالح الزويد المتحدث باسم هيئة النقل السعودية كلما تعددت خيارات التنقل وتكاملت شبكة التنقل حول المدينة وربطت أبرز أنحاء ومعالم المدينة وستطاع الناس أن يحصلوا على هذه الخدمات بكل يسر وسهولة وأيضا بجودة عالية لتفعت جودة الحياة في هذه المدينة أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيسية هو رفع جودة الحياة بالمدن من خلال العديد من البرامج والمبادرات يمكن أهمها هو تحفيز استخدام وسائل النقل العام ومضاعفة مستخدميها 15 ضعف في حلول عام 2030 مقارنة بعام 2019 والحمد لله هذا المستهدف نعمل فيه بشكل جيد تجاوزنا اليوم أكثر من 113 مليون مستفيد من خدمات النقل العام في 6 مدن في المملكة مترو الرياض مشروعا يرافق رحلة العاصمة لتصبح واحدة من أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم وبحسب الهيئة الملكية لمدينة الرياض سيخفض المترو من رحلات السيارات بنسبة 20% ويقلل ازدحام المروري وبالتالي تقل نسبة التلوث البيئي محليا وعالميا إذن خالد لم يتبقى إلا القليل ويستمتع سكان الرياض بهذه التجربة بالتأكيد شكرا لك يا راند شكرا خالد نختم بالعنو الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط جسم مشبوه في أحد قواعد مدينة إيلات 123 مدرسة تستعد للانتخابات و14 كويتية يتنافسن على أصوات الناخبين البحرين تدرج 15 فردا أغلبياتهم من المواطنين إلى قوائم الإرهاب أرصاد السعودية تعلن استمرار تأثير الحالة المطرية حتى السبت المقبل أسواق مكة الشعبية تجتدب جزائري المدينة والهداية والتذكارات أبرز مبيعاتها احسر حbitsة مبيعاتها المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة